اهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من ساعة حرة وأعيد الترحيب بضيوفها من أربيل معنا القياضي في الحزب الديمقراطية الكردستاني علي الفيلي ومن بغداد اللواء الرقم المتقاعد عبد الكريم خلف ومننا البنتاجون أرحب بالكاتف شؤون دفاع والأمن القومي جيمي ماكنتاير أهلا بكم مجددا سيد جيمي قبل أن تنضم إلينا كان ضيفانا من بغداد وأربيل يحملان الولايات أو ينتقضان لموقف الولايات المتحدة من هذه التطورات ضيفنا في بغداد رأى أن موقف الحياد الذي يعلنه رئيس ترامب لا يناسب طبيعة الدعم المطلوب من واشنطن لبغداد وضيفنا من أربيل يرى أن الموقف الأمريكي فيه تخل عن الدعم للأكراد الذين كانت هم حلفاء قضمون الولايات المتحدة كيف تفسر الموقف الأمريكي الذي قاله رئيس ترامب بألا الحيازة إلى طرف دون آخر في هذه الأزمة أريد أنني أتكلم من البنتاجون لا أتكلم باسم الإدارة الأمريكية ولكن من موقفي كمراقب ومنذ فترة طويلة الموقف الأمريكي فيما يتعلق بكركوك ووضعها ومنطقة أو إقليم كردستان في العراق ليس حياديا أمريكا قالت بوضوح أنها لا تريد أن يكون هناك دولة كردية مستقلة في شمال العراق الناطق باسم البنتاجون اليوم أشار بإجاز إلى هذه المسألة وقال أن الاستفتاء الذي أبدأ فيه الأكراد الرغبة للاستقلال كان غير ملائم وأن المشكلة لابد من أن تحلى عبر الحوار والتفاوض وكما قال مرسلكم في البنتاجون جو تابت وزارة الدفاع لا توافق على ما يقال من حصول هجوم من قبل القوات العراقية وكذلك قوات الحشد الشعبي ضد الأكراد إلا أن بعض القوات العراقية توجهت إلى بعض المناطق جنوبي وغربي كاركوك لسيطرة على الأمن هناك بالتوافق وإطلاق النار كان نتيجة سوء تفاهم بين قوات لم تكن تعرف من يتجه في اتجاهها في الصباح المبكر وفي الظلمة وبالتالي أمريكا لا تعتبر الاستفتاء أو التوجه نحو الاستقلال خطوة إيجابية وتطلب من كل الفرقة أن يخففوا من التوتر وأن يركزوا على الحوار والأهم من ذلك كما أيضا قال مراسلكم إنه من المهم التركيز على القضاء على داعش في العراق نعم وطبعا داعش على شفيري الانهيار ولكن لم تهزم بعد كليا نحاول فقط أكثر هنا يعني معرفة ماذا كان ثم تتمييز بين الموقف الأمريكي من الاستفتاء كاستفتاء وهو موقف الرافض كان لإجراء الاستفتاء ورافض أيضا بعده للاعتراف بنتائجه وبين الموقف الأمريكي الآن من احتمال المعارك ما بين قوات العراقية وحلفائها من جهة ضد البشمركة من جهة أخرى حينما يتحدث رئيس ترامب عن عدم الانحياز إلى طرف دون آخر يقصد برأيك حصرا المعارك العسكرية أن لا يكون هناك موقف أمريكي وتحديدا أنه كما أشار أيضا مراسلنا جهة ثابت أن هذه الخطوة من القوات العراقية جاءت بالتنصيق مع قيادة التحالف الدولي هناك تنصيق مع الاتلاف والاتلاف أشار إلى أن التنصيق كان موجودا على الأقل مع فريق كردي واحد من الوحدات التي كانت تسيطر على بعض الأماكن كالمطار والمرفأ أو غيرها وأيضا انتقال السلطة هذا تم من دون مواجهات طبعا أنا لست على الأرض في العراق خلافا لبعض الزملاء في البرنامج ولكن هنا في واشنطن أكد الاتلاف أنه لم يكن هناك من معارك أو من مواجهات عسكرية أو هجوم ولكن كان هناك سوء تفاهم أعضاء كثر في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ بما فيهم السناتور جون مكين وهو مهم ضمن لجنة القوات المسلحة عربة عن طلقه من إمكانية استعمال أي أسلحة أو تجهيزات أمريكية ضد القوات الكردية وكما أشار ديفوكا من كردستان الأكراد كانوا من أكثر حلفاء أمريكا فعالية على الأرض في محاربة داعش وبالتالي وضع أمريكا صعب هنا هي منقسمة بين حليفين تريد أن تدعم كل منهما ولكن لا تريد أيضا أن تشجع التقسيم أو انهيار الجمهورية المركزية أو الحكومة المحلية وتقسيم العراق ونعرف أيضا أهمية الحقول النفطية الموجودة في منطقة كركوك مما قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد لذلك يطالبون بتخفيف التوتر طالما تستمر المعركة ضد داعش لكي لا يقوم أي فريق باستفزاز الفريق الآخر أو بالتصعيد وبالتالي تحرك القوات الأمنية العراقية في منطقات كركوك يمكن أن تعتبر خير ملائمة أما من قبل البعض أما أمريكا فتريد خفض التوتر والتركيز على داعش سيد لواء عبد الكريم خلف ما تعليقك على قول ضيفنا من أربيل أن ما حصل هو انقلاب عسكرية يطلق رصاصة الرحمة على آخر حبال العلاقة بين بغداد وأربيل الحقيقة بس نفسر ما هو الانقلاب العسكري الانقلاب العسكري عادة يحصل من مجموعة وفئة ضد الدولة ودخول كركوك لم يكن هناك دولة دولة موجودة الدولة هي التي دخلت يعني الانقلاب العسكري يحصل على جزء الحاكم الذي يحكم الدولة وليس على جزء متمرد من الدولة البنتاجون كان شاهد على طريقة توزيع السلطة وحجمها في كركوك نحن كان لدينا فرقة كاملة والبيشمرقة كان لديهم لواء وأراد السيد العبادي بعد أن تمكن من هزيمة داعش في منطقة الحويجة أن يذهب إلى هذا المكان الذي فيه فرقة والفرقة كانت برعاية أمريكية بوجود لواء بيشمرقة وفرقة من الجيش العراقي مع وجود شرطة محلية تتجاوز العشرين ألف مقاتل بأمرأة وزارة الداخلية العراقية وتدفع رواتفها من بغداد وقياداتها وضباطها أيضا يتبعون إلى بغداد وحكومتها المحلية تتبع إلى بغداد فأين هو الانقلاب في ذلك أما مجيء السيد برزاني بقوة كبيرة وقوة مسلحة دون إذن من الحكومة فهذا هو الانقلاب عندما تأتي قوة نعم ولكنه يقول أنه جاء في ظروف محددة جاء بعدما لم يتمكن الجيش العراقي حين دخول داعش في 2014 إلى تلك المناطق فكانت البشمركة هي من تصدى وبالتالي بقيت في تلك المناطق لذلك يقول أن لهم الحق في أن يكونوا هناك هذا تزوير هذا تزوير الكلام الفرقة 12 فككها البشمركة ولم يفككها داعش وحاصروها وفككوها في ظروف وجود داعش في محيط كاركوك وهي كانت في داخل كاركوك ولم تكن بتماس مع داعش وسرقوا أسلحتها وتجهيزاتها كاملة هذا كان تحت نظر شاشات التلفاز والبنتاجون يعلم بهذه التفاصيل جيدا ولهذا السيد مسعود استثمر وجود داعش وتمكن من السيطرة على كاركوك كأن داعش هو الذي قدم تسهيلات لسيد مسعود برزاني وليس جهة أخرى وهذا هو الانقلاب بأسوأ صوره الذي تحدث عنه الأستاذ علي الانقلاب عندما تقوم محافظة بالاستيلاء على محافظة أخرى وبالقوة المسلحة ليس كان هناك أي طريق قانوني أو طريق مشروع دخل به السيد برزاني إلى كاركوك أما يعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل شهر ستة في تسعة ستة في 2014 فهذا أمر قانوني السيد العبادي لم يقل أنا سأذهب لقتال البيشمرقة وإخراجه من كاركوك بل قال أثبتوا هناك سنديرها إدارة مشتركة وكما كانت قبل تسعة ستة 2014 وهذا ما رفضه السيد برزاني سيد علي الفيلي في أربيل عن أي انقلاب تتحدثون ومن دخل إلى كاركوك هو دولة لتستعيد سلطتها على مناطق محل نزاع معروفة بأنها مناطق متنازع عليها لم تطبق المادة 140 ولكن كان السيد برزاني أعلن في 2014 أنها انتهت تلك المادة بسيطرة القوات الكردية على تلك المناطق وبالتالي من حق الدولة يقولون لكم أن تستعيد هذه السيطرة فقط أشير لمشاهدين إلى أن الصوتي يصلك متأخرا نحو عشر ثوان فتفضل بدقيقتين لو سمحت نعم نعم يعني الانقلاب شرح السيد الواعب الكريم يعني هو يقول دولة ومحافظة لا الانقلاب ودخول قوات عسكرية وتغيير سلطة شرعية جاءت بالانتخابات يعني بواسطة الشعب وهي مصدر السلطات يعني مجلس محافظة كاركوك انتخب من قبل أهالي كاركوك أنفسهم والسيد المحافظ من قبل أهالي كاركوك وأنت تدخل بقوة عسكرية وقوات الحجد الشعبي وتغير وتخرج الكرد من المدينة هذه ليس فقط انقلاب وإنما تطهير عرقي أيضا يعني المدينة كاركوك حاليا لا يوجد فيها أكراد يعني ما بقى في المدينة هم فقط الأخوة العرب والأخوة التركمان المقيمون هذا ليس فقط انقلاب وإنما تطهير عرقي أيضا ما تفضل به سيد عبد الكريم خلاف يعني أنا أعتقد جانب الحقيقة وجانب الصواب هنا هذه المناطق والمناطق في السئلنين والمناطق الأخرى كلها تركت جيش العراقي وحررت قوات البيشمرقة بدماءهم الزكية بعد أن قدمنا نحو 2000 شهيد و10 ألاف جريح معظمهم حاليا معاقين لتحرير هذه المناطق من تنظيم داعش الإرهابي ومن ثم يأتون اليوم وهم كانوا أسباب لعدم تطبيق المادة 140 التي كانت يكفيلة بحل هذه الإشكالات في هذه المناطق ويقولون يجب أن تنسحبوا إلى المناطق الأخرى طيب أنتم من خلال الآليات والدستور لا تطبقون مادة 140 ومن خلال هذه التضحيات التي قدمت قوات البيشمرقة يجب أن ننسحب كيف نحل؟ يعني مسألة الاستفتاء هي ليست المشكلة وإنما هي نتيجة المشاكل التي كانت بين الإقليم والحكومة الاتحادية طيب سيد علي فاريس ستستكمل هذه المداخلة لو سمحت بعد هذا الفاصل لاسف للمقاطعة أقوم معك بعد الفاصل لتستكمل مداخلتك واستمرار هذا الحوار بين سائر الضيوف ترجمة نانسي قنقر